السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازوكم طلاب الصف الثاني السنوين ان شاء الله نهاردة معينا حلقة من حلقات اللغة العربية مع مصر العماد وعلى قناة افهم مع المسا ان شاء الله نهاردة معيكم يا شباب ومعينا الوحدة تالتة واسم جدنا ان احنا اتاخرنا في النحو بس لسه بدري على فكرة ما تحاولش ان اتحفز نفسك وتقول لنفسك انا اتاخرت انا اتاخرت في عدة مواد لا ابدأ من دلوقتي لسه بدري انت لسه قدامك شهر فهم يعني ايه شهر ايوه فهم يعني ايه شهر ثلاثين يوم يعني لسه قدامك فترة ما تقلقش ايوه حاول تكون خلص برضو كزا مادة تبدأ ان اتحلي فيهم بجانب انك هتفنش المواد التانية يعني بالنسبة اللغة العربية هحنا الحمد لله خلصنا البلاغة على القناة وكمان ان شاء الله النهاردة هننزل حلقتين بتوع الحلقة بتاعت مصادر الافعال وان شاء الله هنخلص الوحدة التالتة وهنزل عليها اسئلة بكرة بحيث ان احنا كده خلصنا منها هنيجي بقى على ايه على النصوص والقراءة بالنسبة لنصوص القراءة محتاجة معانيا محتاجة معانا حل كتير فهو احنا بنحل الامتحانات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى بداية من الاسبوع الجاي هنبدأ ان احنا نحل الامتحانات تمام تمام هنزل لكم درس القراءة ودرس نص متحرر برضو اللي هو طريقة الحل ازاي عشان احنا بنحل اللي متحانات نكون متعودين قبل ما الاسبوع الجاي يجي تمام اللي هو بداية من يوم عشرين زي السيستم اللي على القناة مفروض ان الدرس دي سهل خالص مفروض انك هتكون مذكره وهتيجي تحل معي تمام تمام اه يلا بينا على السؤال الاول بيقولك معلش بس السؤالين الاولين هم اللي متحلين بس فاعزلون يعني تمام بيقولك رقم واحد قال تعالى لا اقراها في الدين نيجي ليه السؤال الاول بيقولك قال تعالى لا اقراها في الدين قد تبين الرجل من الغي لا اقراها في الدين طبعا اقراها هنجيب الماضي منها زي ما انا معاودكم لما هتحب يجيب اصل الفعل محتاج تعمل ايه هتجيب الماضي منه اقراها يكره اقراها اقراها يكره اقراها عارف اللي اقولك هنكرها تبقى خلاص تبقى كارها لكن هنا جيبلك اقراها تبقى ايه تبقى الاصل بتاعها اقراها طيب اكره ده ايه مصدر ده قبعا قياسي عشان ده رباعي تمام قد تبين الرشدو الرشدو منها يرشد راشدة حلوة اوي يبقى ده ايه راشدة راشين ده ده على وزن فعلة فطبعا ده ايه ده سلاسي يبقى ايه سماعي قلنا السلاسي يا شباب سماعي والرباعي والخماسي والسداسي قياسي والسلاسي سماعي الناس برضو اللي اخدوا الدرس ده في الدرس والحاجة زي كده اخدينه قبل كده منشوفتوه على اليوتيوب على التشانل تانية فانت جاي تراجع معانا في نفس الوقت انت هتحل يعني حتى لو انت مشتذكر الدرس ده هتعرف تحلي معانا تمام واسر جدا انا انا اتأخرت الفقر في بات لان جانب الله في ظروف فما عارفش ان انا اقدم لكم حلقات الفترة الفاتحة نجي ليه رقم اتنين بيقولك السؤال قال صلى الله عليه وسلم ان الله قرها لكم ثلاثة قيل وقال واضاعة المال وكسرة السؤال حلو اوي اضاعة يضيع اضاعة اضاعة يضيع اضاعة حلو اوي اضاعة ده قياس يا مستر لانه ايه وباعي قسرة السؤال يسأل ساءلة اه ده ساءلة ده على وزن فعلا اه ده سماع يا مستر تمام اللي ما تلاقيش ليه وزن قياسي او ما تلاقيش ليه اصل قياسي منها رباعي خماسي سداسي يبقى على طول تحط في الماقل انه هو ايه انه هو سلاسي انه هو سماعي يعني وان شاء الله احنا بنتناول مصدر الميمي وكمان الاصطناعي في الدرس القادم باذن الله تعالى هنعرف الفرق ما بين المصدر القياسي والسماعي اكتر لان هناك هنلاقي اسألة كتير جدا على نفس الجزئية وكمان لانه هيتشابه مع المصدر الميمي وهنفرق ما بينهم باذن الله تعالى نيجي ليه السؤال رقم ثلاثة ولدا تابعا رعاية الله يا خير ومن طوقينة tabachina يقي يقي توقع توقع ده رباعي يعني اولاً كده هو قياسي الاول وثاني قياسي يعني اللي جابه للامة الالف للامة ده رضي طيب بالاحساني هتبقى عندنا يعني احساني يحسن احسنه احسانه اذا رباع يا مستر يبقى الاول والثاني قياسي تمام لان الاول والثاني رباعي السؤال الرابع بيقول لك تسعى لما مسعيا حسيسا لرعاية ابنائها طبعا هنا تسعى سعيا على طول عرفها بقى لو جاي لك في حالة مفعول مطلق جاي لك في حالة مفعول مطلق دائما ايه سماعيا يعني دائما سلاسي سماعي تمام حسيسا لرعاية رعاية يرعى رعا تمام رعا ده اكيد سلاسي يبقى هو سماعي يبقى الاول سماعي والثاني سماعي نجي لرقم خمسة السؤال رقم خمسة احترام الوقت اساسي تقدم الشعوب طبعا هنا احترام يحترم احترم احترم طبعا قياسي عشان هو رباعي تمام اساسه تقدمي يتقدم تقدم طبعا تقدم ده ايه ده فعل على ده فعله رباعي بص وانت بترجعها للماضي محدش يقولي قدمه انت كده ما قدتليش نفس المعنى وانت رجعتها للماضي لازم ترجعها للماضي وتقدلي نفس المعنى اذا طلعت بنفس المعنى سلاسي يبقى هو سماعي اذا طلعت بنفس المعنى سلاس معلش رباعي او خماسة او سداسي يبقى انت شغال ايه شغال قياسي يبقى هنا ايه الاول والثاني قياسي يجي ليه السؤال رقم اثنان بيقول لي ميز نوع المصادر التي فوق الخطة فيما يليه رقم واحد السؤال رقم واحد قال تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا طبعا هنا وبالوالدين احسانا لسا عاملين الفعل بالاحسان فوق قلنا يحسن احسنا احسنا هنا لم نغير المعنى لكن قدينا نفس المعنى واطلع ايه واطلع رباعي تمام فهنا مصدر لفعل رباعي لكي تجيد اللغة العربية والنحو بالذات لازم ان تتضرب وتتمرن كثيرا فهنا في القناة سوف نتمرن كثيرا على النحو وفروع اللغة العربية من البلاغة والقراءة وغيرها عزيز الطالب جاوب على السؤال ثم وقف الفيديو وافتحه مرة اخرى وتابع معي رقم اثنين قالت صلى الله عليه وسلم صلوا على خير الانهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الايمان طبعا هنا الحياء الحياء انا عايز اجيب ماضيها بس ما تغيرش المعنى الحياء يحيئ حياء طبعا هنا سلاسي سلاسي يبقى على طول الا شغال مصدر لفعل سلاسي او لو جاب لك ايه لو جاب لك سماعي السؤال رقم ثلاثة قال الشاعر وخير الامر ما استقبلت منه وليس بانت اتبعه اتباعا طبعا هنا اتباعا لو جاينا نبص على وزن فعيلة فهي على وزن فعالا تمام هنا اتباعا الماضي منها يتبع اتبعا محدش يقولي تبعا اتباعا الماضي منها اتبعا اتبعا يتبع اتباعا تمام تمام يبقى هنا المصدر اتباعا طبعا هنا اتباعا طبعا هنا ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا مصدر لفعل خماسي تمام تمام اتباعا مصدر لفعل خماسي نجي لها السؤال الرابع من اهم اسباب النهضة لأية امة الاستفادة من جهود السابقين وخباراتهم طبعا هنا استفادة يستفيد استفادة طبعا لو تلقيت حاجة فيها الف وسين وتاء يبقى على طول انت عارف ان هي مصدر سداسي ليه لان لو جيت اكتب لك استفادة الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى هنا ايه هنا مصدر لفعل سداسي وهو قياسي نيجي للسؤال الثالث اختر الوزن الصحيح لمصادر التي فوقها الخطة فيما يلي السؤال الاول قال تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم طبعا هنا تفاخر يتفاخر جايا من الفعل فخر فهنا فخر تم اضافة التاء والالف يعني هنا في تاء وهنا في الف فلما اجي يلا نعملها بشكل افضل عندنا هنا تفاخر قلنا اصلها ايه قلنا تفاخر اصلها فخرة طبعا هنا في تاء وفي نافة طبعا تقول على اساس فاعلة في ايه في تاء في الاول وفي ايه وفي لم هنا يبقى ايه تفاعل تعالي طلعلي يا مستر كده وزن تفاخر ده طبعا ايه اصلها فاخيرة يبقى التاء والالف دول زيادة حطيلي هناكده الفاء اهي وحطيلي هناكده العين وهنا ايه هنا العين واللام صح كده اه عين ولام تمام وحطيلي هنا التاء بالزيادة دي وحطيلي l'ap يبقى ايه تفاعل تعالي طلع هلاي من الاختيارات كده فين تفاعل تفاعله لا ما تفاعلش تفاعل لا تفعيل لا تفاعلو طبعا دي ايه تفاعلو دي اللي طلعت معنا الاجابة الصحيحة هنتعمل يا شباب زي ما أنا بعمل كده بالظبط أسهل الطرق اللي هتطلع بها نيجي للسؤال الثاني قال صلى الله عليه وسلم صلوا على خير الأنام سيدة محمد على هيا فضل الصلاة والسلام لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها طبعا هنا الإمارة الإمارة الأصل منها آمرة فطبعا هنا آمرة يبقى إيه يبقى الهاء دي آمرة تمام الهاء دي إضافية تمام تمام فلما جي أصرفها هي جانة إمارة صحي كده صحي كده وأنا قلت لك الأصل بتاعها آميرة حلو يبقى فيه ألف فيها مربوطة زياد حطي لي هنا الفاء وحطي لي هنا العين وحطي لي هنا اللام اللي هو الحرف التالت يبقى هنا فيه لامة هزيادة وفيه هنا هاء مربوطة يبقى طلعت معانا إيه يا شباب طلعت معانا فعالة فعالة تمام طالع حالي من هنا أهى فعالة تمام يا شباب طريقة سهلة جدا وهتخلص معانا في ثانية عشان برضو عندنا وقت الامتحان وعلشان ده طبعا مش هتجبها من الكتاب مش هتجبها من الكتاب مش هتجبها تقلف في الكتاب وتشوف على وزن مين تمام تمام رقم تلاتة قال الشعر إن من يعشق الأسباب العلى يطرح الأحجام عنه والحذر طبعا الحذر ومش عايزة تبان نيجي ليه يطرح الأحجام الأحجام شلي الألف واللم دي مش معانا خالص تمام يبقى ايه يبقى أحجام طيب أحجام دي الأصل منها ايه أحجام يحجم حاجاما يبقى الألف واللم ايه الألف واللم زيادة طبعا هنا جانت ايه حجام طيب إنتقلت لي الألف واللم زيادة يبقى شيلنا من علم الخطوط دول حطي لي ألفاء والعين واللام حطي لي هنا بقى الألف وهنا يفعال والله يطرحها جميلة جدا يا شباب يبقى لي جاب أركم باق نيجي ليه السؤال الرابع قال العلماء الاستشارة مقدمة عن الاستخارة يعني إيه الاستشارة لما تحب تستشير حد بتبقى دي المقدمة عن أنك الاستخارة لما بتسمع أنها أخد صلاة استخارة تمام؟ تمام الاستشارة ده طبعا أول ما شفت أنت قلت لي السوداسي كلامك مصبوط يبقى ده مش معانا وده مش معانا أنت لإما تختار دي لإما تختار دي ده لما فين هذه يدها يبقى استفعلت إيه ده إيه ده إيه إيه ده إيه إيه نطلعناها بسرعة بس على بقى نعملها بالطريقة بتاعتنا برضو عشان الناس اللي عايزة تأكد الاستشارة يستشيروا است ت ش ر استشارة دي الأصل منها ش ر صح؟ يبقى شين والألف وراء شين واللان معلش وراء تمام؟ تمام شين والألف وراء لما تجي انت بقى تحولها هتقول هنا في هنا عين في فعين لان تمام؟ كده مصبوط وحطين هنا بقى است فع لا تن تمام؟ فاستفعلت تمام؟ معلش بقى الخط عزروني شرح نحن كنا بنعملها كده هتبقى إيه است فع تمام؟ يبقى كده الإجابة معنا ورقم دل نجي ليه السؤال رقم أربعة رقم واحد قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشرة استعجلهم بالخير لقضي عليهم أجلهم طبعا هنا استعجلهم انت برد قلتوا لي ايه قلتوا لي سداس عايز ناميز الأفعال الصحيحة للمصادر يعني عايز الفعل الصحيح بتاعه طيب تعالى بردو نعملها ايه على ورقة استعجل ما تشلل لهم بقى دي زيادة لهم دي زيادة استعجلة طبعا هنا الألف والسين والتاء دول زيادة يبقى ايه عجلة هي ايه؟ هي الفعل الأصلي اللي على وزن فعلة لما قلت بقولك استفعلة فايه الفعلة؟ هي الأصل بتاعها عجلة تمام يا شباب؟ تمام؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا يبقى هنا طبعا ايه؟ استعجلة تمام؟ تمام؟ فين استعجلة هنا؟ رقم جيم ما حدش يقول لي عجلة ده عجلة ده أصل الفعل أنا كنت بجيب لك أصل الفعل عشان نشوف لك احنا ضفنا له ايه؟ استعجلة ولا هم دي زيادة؟ رقم ممكن تجيبها على طول يعني مش محتاجة رقم اتنين قال صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية صفوفي من إقامة الصلاة تمام؟ إن تسويتي تسوية أصلها يسوي شيلي الياء سوى سوى هو الماضي فهنا طبعا سوى حدش يقول لي تسوى؟ غلط ساوى؟ لا برضو تساوى لا هي سوى هي الفعل السلاسي المظل رقم ثلاثة قال الشاعر أزف الفراقة طبعا هنا أزف الفراكة فهل أودع صامة أم أنت مظل للعتابة فأعتبه؟ طبعا هنا الفراكة يفارك الفراكة يفارك شليلي ياء فاركة فاركة حلو؟ يبقى إيه الفعل معانا فاركة؟ فاركة ده هو مين؟ اللي هو رقم باء نيجي لي السؤال الرابع بيقول لك الرجوع إلى الحق خير من التمادية في الباطلي يعني أنك ترجع للحق بقى خيرا من أنك تفضل تجزب تجزب وكسبك ورها كسبة ده معنى السؤال طيب الرجوع يرجع الرجوع يرجع أرجع ثاني كده الرجوع يرجع أرجع 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 طبعا الرجوع رجع عشان هنا را جيع وهنا الواو زائدة يبقى الالف واللمده الأصلا مش معنا وهنا الواو زائدة يبقى رجوع راجع أرجع 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 رقم خمسة يخلطوا الكثيرون بين انقضاء الدعوة الجنائية و سقوط العقوبة طبعا انقضاء ينقضي ينقضي انقضاء فهنا إيه انقضاء فين هنا انقضاء قادة لما تنفعش طبعا طقادة يقاضي بأ بردو انقضاء آه هي دي لها تنفع لأن الألف هنا من أصل الكلامي الألف هنا من أصل الكلامي تعال هنجيب أصلها كده قادة فاعل تمام فاعل قادية طبعا هنا ايه الألف والنون زائدة والألف والنون زائدة تمام تمام السؤال الخامس ميزوا المصدر المناسب لكل فعل من الأفعال الآتية تفرقها أصلها ايه طبعا تفرقها والكلام تجيب المدارة يتفرق مالها بقى تفرقوا يتفرق تفرقوا تمام محدش يقول لي فطراق الألف ماهيش من أصل الكلام تمام وتفرق برضو الياء ماهيش من أصل الكلام تفرقها الهاء ماهيش من أصل الكلام نما ينمي دي على طول لازم تكون حافظها اللي هي الربعية دي لا نما ينمي تنمية نما ينمي تنمية دي برضو ايه هتلاقيها بتقابلك كتير جدا وبتيجي في المتحدات وبتبقع الناس تمام علشان الياء ديت بيحزفوها لكن هي مش بتحزف هي بتحط عليها ينمي طبعا انت لو جيت تبص نماء ما تنفعش لان الهاء الهامزة ماهيش من أصل الكلام انتماءة برضو قفين الألف من أصل الكلام تمام تمام هنا بس حطنالها ايه حطنالها تاق وهاء مربوطة وبردو لو لقيت حاجة ما انتاش عارف تحلها حاول نتطرع تطلع اقرب ايجابة تمام اجتمع يجتمع يجتمع اجتماع ايه اجتماع اجتمع يجتمع يجتمع طيب اجتماع هنا رقم ايه رقم جيم تمام تمام نيجي ليه رقم اربعة استشارة يستشيروا استشارته دي علشان هنا في اصل الكلام في الالف والسين والتاق لا يمكن ان نغيرها لكن نضيف لها تمام تمام فاستشارتهم ضفنا الهمزة المربوطة نيابة الى الفعل السداسي من الفعل القياسي نيجي ليه رقم السؤال رقم ستة صوب الكلمة التي فوق الخط في الجملة التالية طراضة البائع والمشترية على سمن البضاعة ارضاء ارضاء طبعا اقولت لك طراضة ارضاءا يبقى على طول انت شغال حالة سماعية صح؟ تمام هنا ردوانا الاصل منها ردوان وهنا مراداتا هقولك على فكرة احسن حطا هنا مكان الكلام طراضة البائع والمشترية عن سمن البضاعة ردوانا مش ليئة مصصحيحة اصلا مصصحيحة في المعنى طراضة البائع والمشترية عن سمن البضاعة مراداتا ازاي طراضة مراداتا طراضة ارتضاءا طراضة طراضيا نهيه اللي مديها المعنى الصحيحية مصصر اخترها نهيه اللي مديها المعنى الصحيحية اخترها لو انت وقفت عند القعدة مش عارف دي انه القعدة مش عارف تجيب لها اصل جيب المعنى الصحيح فيه ناس كده بيقولك زي بحلها يلاقي على مين ايو والله وفعلا مطلع صحيح والله يا شباب انا بحاول من ساعتها ان انا وقف في الستاند بس هو الستاند ده مش محترم مش رادي يوقف علشان اجيب لكم الكتاب كله بحيس اللي مش معاه الكتاب يعني معلين رقم 1 سين سبعة قال تعالى ولا تقولوا لما تصفو السنتكم ولكذبوا هذا حلال وهذا حرام ان تفترو على الله الكذبي طبعا ده معنى الآية انك بتقولش اي حاجة من السنتك ده حرام وده حلال وكذب وخلاص تمام تمام لما تقولوا لما تصفو يصفو طبعا هنا بيقولك ايه صغى المصدر الصريحة المصدر الصريحة تصفو يصفو وصفة هنا المصدر الصريحي هو وصفة تمام تمام ونحن نحن نطلع لم사ات الواصل وجود nuestro winters ونشرح سلم رقم 2 قال عليه و sites وندرى ولودته ان اقتلوا في سبيل الله ثم احيا ثم اقتلوا طبعا هنا ان اقتلوا لو جينا انجرب عليها المعانيه الآن ولودته ان اقتلوا ان اقتلوا في سبيل الله ثم احيا ان اقتلوا في سبيل الله ثم احيا ثم اقتلوا tiene إن Đ��ogue طبعا المعنى غلط مقاتلتي لدت أن مقاتلتي في سبيل الله ثم أحيت برضو المعنى غلط ولدت أن قتلي في سبيل الله أنا قتلي في سبيل الله ثم أحيت ثم أقتل هنا المعنى صحيح لأنه نعلك قتلي يعني موتي في سبيل الله ثم أحيت ثم أموت لكن هنا مقاتلتي إني إيه إني أقاتل لكن هنا قتالي إني أقتل بس هنا قتالي هنا قتلي هنا قتالي ان انا قاعد ايه ان انا اتقتل لكن انا بقول هنا قتلي فلو جينا حتى نرجع الفعل الاصلي اقتلوا هنا مبني المجهول هي دي اللغز فيها اقتلوا يقتلوا ايه قتلي تمام تمام السؤال الثاني قال صلى الله عليه وسلم كوابنا ده قتلي السؤال الثالث قال الشاعر ان من اقبح معاي بعارا ان يمنوا يمنوا الفتى بما يصدي طبعا هنا يمنوا اصل الفعلي يمنوا امنى يمنوا امنى منى يمنوا امنى منى حتى لو جاءنا نحط منى في الجملة لا تغير المعنى ان من اقبح معاي بعارا ان منى الفتى بما يصديه ينفع اقول ان امتناء الفتى بما يصديه طبعا هنا انمنى لان انا عايز هنا ايه انا عايز فعل مش عايز اسم نيجي ليه السؤال الرابع اعجبني ان ان قابل المؤمن مصابة بسابات وصبري ان هو قابل الاصابة دي بالصبر طبعا هنا ان قابل هنا الفعل منها يقابل مقابلة يقابل مقابلة تمام تمام انت بترجعها الاصل عادي خالص سهل خالص برضو كان فيه ناس بتقول على حكاية تكشف المعجم هقولكم طريقة جميلة جدا برضو خلونا دلوقتي في لسا ثلاث اسئله هنخلص من مكارم الاخلاق الابتعادي عن رفكاء السوئي طبعا هنا الابتعادة جيب لي المعنى الهنا اللي ينفع حطوا مكان الابتعاد من مكارم الاخلاق ان تبعدوا لا طبعا من مكارم الاخلاق ان تبتعد اه دي تنفع من مكارم الاخلاق ان تستبعد لا برضو ان تبعد عن رفكاء السوئي طبعا المعنى الصح هو ان تبتعد عن رفكاء السوئي طبعا انا هنا برضو بقول لك ايه المعنى قعدة رقم اتنين ما اجمل مصاحبة الاخيار والابرارة طبعا هنا ما اجمل ان تصاحب طبعا تنفع ما اجمل ان تصحب برضو ما تنفعش رقم تلاتة رأيت تفهم المصريين الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الوطن طبعا هنا تفهم الفعل الاصلي منها فهم فطبعا هنا ان المصريين فهمونا المفروض فهمونا للظروف هنا فيش لان ان المصريين فهمونا الظروف طبعا فهمونا مش هتنفع ان المصريين متفهمون الظروف انا عايز متفهمون مش متفاهمون ان المصريين متفاهمون الظروف هي دي لا تنفع تمام تمام رأيت ان المصريين متفهمون مش متفهمون تمام متفاهمون الظروفي طبعا نيجي بقى الاكشف عن المعجم بيقولك هنا اكشف في المعجمي عن اساميتي طبعا انا مش هقولك بقى اللي هي يسمو بعد كده بعد كده سماوة ولا مسايمة بلاش طريقة دي صعبة عليك لان هي في اغلب الاحيان هطلع غلط لان دي مش قاعدة اصلا تمام فهنا طبعا بابه السيني الياء او مع الميمي هنا بيقولك ايه كون جملة سا يا ما تمام هنا كون سين الف ميم طيب تعالي بقى رجعلي اه بالراحة كده معايا خلص انا اتجونتهم كلهما سا ي ما سي ما يسوم يسوم مساوة اللي بعديها سي سين الف وميم ساما ده طبعا بيدول على السمو تمام هنا ده مش الفعل بتاعنا خلص لان ساما يسوم ساوة هنا طبعا السينو والو والميم سوا سوم دي بيه برضو مش معايا برضو لان سوم يسوم سوة ما سوة ما طبعا داية هي اللي جاية منها السامية لان سوة ما يسمو يسمو سامية سامية لان يسمو يدل على رقاء وهنا الساميته طبعا الاجابة معايا دال انت بتطلع اقرب حاجة هنا السين هي موجودة والميمة هي موجودة والواو دي دلالة عن اليائي لكن هنا سا يا ما مش هتنفع تمام لان الميمو قبل اليائي وهنا برضو ساما دي مش اصل الكلام ساما تدل على على انه مرتفع وليس على انه ذاته منصبت تمام دا يا شباب جانت الحلقة معنا ان شاء الله الحلقة الجاية هناخد المصدر الميمي والمصدر الاصطناعي وهنفرق ما بينهم وهناخد برضو تكات عليهم كده درس هيكون صغير خالص وحلقته هكون صغيرة اشوفكم بازن الله في الحلقة الجاية والسلام عليكم اشتركوا في القناة